اشتركوا في القناة 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 شكرا لكم شكرا لكم وشكرا لجمهوركم الكريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دائما نتواجدوا مع محبينة في كل مناسبات اشتركوا في القناة 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 دائما إلى أن يلقى الله وهو راضي عنه للصائم فرحتان فرحت عند فطره وفرحت عنه لقاء ربي في كل منحة الحياة نحن في لقاء مع الله سبحانه وتعالى نودعو رمضان بمعيتكم إن شاء الله رفاقي وادعو شهر الصيام بدموع فائضات كالغمان واسألوا الله وبولا في الختام ودوام الخير معنا إلى المعرام وفي العيد عادة الكرام لقد جرت ببر اليتام وافتقاد الأرامل وَهَا أَنَا مُحْتَاجُ إِلَيْكَ يَا رَبْ وَهَا أَنَا مُحْتَاجُ وَهَا أَنَا مُحْتَ وَهَا أَنَا مُحْتَ وَهَا أَنَا مُحْتَاجُ أَنَا مُحْتَ وَهَا أَنَا مُحْتَ وَهَا أَنَا مُحْتَ وأحُدَرُ بِالْإِحْسَانِ وَهَا أَنَا مُحْتِ اشتركوا في القناة وديعوا شهر الصيام بدموع فائضات كالغمام واسألوا الله قبولاً في الختام ودوام الخير مع ليل الماء الله الله ستزكي هذا العمل كيف تجد الطلب أو تفاعل الجمهور المسلم معه خاصة في الأولى الأخيرة وفي مثل هذه الأيام الفضيلة هل تلاحظ أن هناك طلباً متزايداً يوماً بعد آخر على هذا النشيد الملتزم الهادف؟ لا شك أن كل أمر منؤور حياتنا يحتاج إلى الحاضنة فالحاضنة كانت في الشام من أرواح الحاضنات في العالم صراحة ودمشق والشام وسوريا خرجت للعالم كماً وكيفاً يعني أنا عددت في شارع واحد الميدان الذي نعيش فيه مئتي فرقة منذ عشرين سنة والآن العدد متكاثر أكثر فالحاضنة التي تحب الإنشاد وترتبط بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في كل مناسبة يأتون بالمنشدين يعني إذا اشترى بيتاً يأتي بنا إذا جاءه مولود يأتي بالمنشدين ويفعل الحفلات والليالي الملاح والأفراح بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في كل مناسبة يحتفلون بسيدنا رسوله يعني هي ثقافة مجتمع ثقافة مجتمع وحاضنة أصيلة لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومعلومك أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست تطوعاً ولا نفلاً ولا سنة إنها فريضة من فرائد الله سبحانه وتعالى وكذلك الصلاة عليه قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على نبي يا أمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً وأوصانا شيوخنا المربون والمزكون أن نكثر من الأناشيد التي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ديدا من الحمد لله على هذا نسير وهذا ما سنفعله بعد الأنشود التالية التكبيرات العيد ثم نكون مع أنشود صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام الله يبارك فيك الآن التكبير مسنون من بعد صلاة المغرب فقد انتهى رمضان وبدأت تحطيرات العيد ولا أجمل ولا أربع من تكبيرات العيد تملأوا البيوت والشوارع والقرى والمدن فأنا أقولوا مستعينين بالله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلى الله أكبر الله أكبر ولله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله أكبره لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولـ يا الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم آمين هل انتقلت هذه الخبرة وهذا الفن وهذه المواهب إلى أبنائكم فيما بعد أنتم تسعة أجمعتهم تسعة وحتى أختكم أيضا فهل نقلتموها إلى أبنائكم من بعد هذه بالجينات والمورثات وكما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه وكذلك قال آخر والصوت موهبة السماء فطائر يشد على فنن وآخر ينعقه فالجينات والمورثات لا شك أبي أخذ صوته من أخواله ومن جده كان جده زكي صوته جميل جدا وأنا سميته باسمه على اسم الجد أي نعم وهكذا تستمر الحياة بالجينات والمورثات ثم بعد ذلك بالتدريب والممارسة أبناؤنا الحمد لله رب العالمين بعضهم عنده صوت جميل وبعضهم مثلا أمسك الإيقاع ودرس الإيقاع وهكذا في هذه البوتقة وفي هذا الطريق يسيرون وهذه هذه المهنة الأساسية لكم أم هناك مهان أخرى الحمد لله رب العالمين كنا في الشام يعني مكتفين بالإنشاد فقط كانت هذه مهنتنا وحرفتنا وعملنا الدائم بالمقابل أنا كنت إماما وخطيبا أيضا ومدرسا لمادى التجويد 30 سنة في دمشق الحمد لله رب العالمين فلما انتقلنا إلى الغربة وكما يقال الغربة كربة يعني تصور أنا نجوميتي في الشام مثلا واسمي وفرقتي وانتشاري أتيت إلى تركيا لا يعرفوني حد حتى السوريون الذين جاءوا إلى تركيا في البداية بدأت أتعرف عليهم ويتعرفون عليهم فهذه ثمان سنوات تماما حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في هذه الآوينة والحمد لله رب العالمين أصبح لنا اسم والقنوات الإعلامية وشكرا للرافدين أيضا لها باب واسع لانتشار هذا النشيد وهذا الإنشاد الهادف عليكم مسؤولية ومسؤولية كبيرة أيضا لإبراز هذه المواهب وإبراز هذه النخب للعامة من خلال الإعلام تعرف الناس علينا الحمد لله رب العالمين من خلال هذه السنوات الماضية في إسطنبول لم يبقى إزاع ولا تلفزيون إلا وشاركته بلقاء أو سنين أو سلاسة والحمد لله رب العالمين جميل جميل طيب نستمع إلى مقابقات أخرى صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام حاضر في هذه الليلة المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صلي وسلم وبارك على أسعدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صلي وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صلي وسلم وبارك على بدر النجا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله عيدوا علي الوسط وصال عيدوا فإنه شوقي لكم لكم يزيد عيدوا عيدوا علي الوسط وصال عيدوا الشوقي لكم يا زير العيد رسالة حب بين الأنام والعيد مسافة قرب عبر الأيام فاغفر مولانا تكرم كل الخلام وانصر يا رب العرب أهل الأنام يا عيد عيد وعلي الوصال عيد فإن شوق لكم يزيد العيد يعود إلينا فرحا وحبورا والعيد يطل علينا دوما مسرورا فانشر للناس الخيرا تلقى الخيرات لتكون اليوم يقينا حقا مجبورا عيدوا علي الوصال وصال عيدوا فإن شوق لكم لكم يزيد الله 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 يفتح عليكم سيد زكي طبعا هناك موروث تأخذون منه موروث واسع بالنسبة لبعض الأنشيد ولكنك أيضا تكتب الشهر ولعلك أيضا تلحن أيضا هذه الأشعار وتوزيعها وبالتالي الكتابة والتلحين والتوزيع كلها من الصفر تبدأ معكم هل تحدثنا أكثر موهبة الكتابة هذه موهبة منفردة أصلا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان لا شك أن كل إنسان له مواهب مكتسبة ووهب وكسب ما وهبك الله سبحانه وتعالى إياه تشترك فيه مع الخلائق جميعا كالطول والعرض واللون والعرق والبلد الذي نشأت فيه هذا وهب من الله سبحانه وتعالى أما المكتسبات فهي ما يوفقك الله سبحانه وتعالى إليه من اكتساب للمواهب شخص يكتسب الرسم شخص يكتسب التلحين شخص يكتسب الشم شخص يكتسب الأذن الوعية وكذلك طورنا بفضل الله سبحانه وتعالى مما درسنا على يد مشايخنا وعلى يد والدنا حفظه الله شيخ محمد عارف العسلي ثم بعد ذلك طورنا تعلمنا المقامات تعلمنا العلم الشرعي تعلمنا التلحين الارتجالي نحن لسنا ملحنين نعزف الآلات لا أبدا نحن نلحن على الفطرة يأتينا الكلام أو كلام أكتبه فينقضح في مخيلتي لهذا القالب لحن ربما يكون لحنا دعويا الألحان اليوم ألحان طربية وألحان دعوية يعني مثلا الأستاذ منذر سرميني نوجه له تحية أيضا أستاذ ملحن دعوي ينشر الكلمة فيحتاج إلى لحن بسيط حتى ينشر كلماته ليتمعن الناس بالمعنى أكثر ما يتمعنوا بنعترب في اللحن هناك ملحنون مطربون يطربون ويكون لحن رائع جدا ونحن نلحن للدعوة إلى الله ولحمل هذه الرسالة فمعلومك أن الإرشاد الملحن هو الإنشاد الإنشاد إرشاد ملحن ربما يدخل القلب دون استئزان فيحتدي به ضال ويتقرب به بعيد إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك الكلمة إذن هي اللبنة الأولى التي نبني عليها اللحن يتفعل الملحن مع الكلمة إن كانت كلمة حزينة حزن اللحن وإن كانت كلمة فرحة فرح اللحن وهكذا تبدأ بزرة ثم شجرة ثم ثمرة الحديث بقي أستاذ زكل العسلي والإخوة الكرام أستاذ عمار العسلي الله يبقى أستاذ محمود قشاط بعد فاصل قصير نواصل على ضوء القمر مع مجموعة شام شريف الإنشادية فتفضلوا بالبقاء معنا مرحبا بكم من جديد عزان المشاهدين على ضوء القمر مع هذه المجموعة الفنية مجموعة شام شريف الإنشادية أرحب بكم معنا مرة أخرى أيها الكرام ساعدنا بحضوركم معنا وبهذه الأصوات الجميلة طبعا كنا نتحدث عن الشعر قبل الفاصل وأنت تكتب الشعر الحمد لله وقلت لي قبل ذلك أنك كتبت قصيدة عن العراق وتريدون أيضا أن تسمعون أنشيد بالعراق إن شاء الله تشرفنا أستاذ يونس العراق محلها القلب يعني ونحن نحب الشعب العراقي الشعب المضياف الشعب الكريم الشعب القوي في عقيدته وفي دينه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب هذه الغمة عن هذه الأمة لتعود العراق وعراقا كما عرفناه وعراق العز والكرامة والمجد والنصر بإذن الله سبحانه وتعالى دون تبعية لأحد إلا لله سبحانه وتعالى فقد كتبت هذه الكلمات وأهديها لكل عراقي في هذا الوجود وأقبل مني هذه الهدية في رمضان والنبي قبل الهدية صلواته ربي وسلواته فأقول مستعينا بالله يا فرحة بعراقنا لقدومه فالكل مسرور به والهد يا فرحة بعراقنا لقدومه فالكل مسرور به والهد وفراتنا يروي العباد كدجلة يحيا به الحيوان والإنسان يا رب من على العراق بنفحة سلما وأمنا ننمله الأحسان يا من جمعت الصاهمين بوحدة وحد صفوف القوم يا ديان لنعيش فرحا بعد فرج عاجل فالعيد عندي منكم الغفراء ثم الصلاة على الحبيب ثم الصلاة على الحبيب المصطفى فهو الحبيب الطاهر العدن والأهل والأصحاب جند الله أهل العباب أهل النهى الفرسان قالوا محمد مولي محمد قلت ما هي المنظر قالوا محمد مولي محمد قلت ما هي المنظر قالوا يا إسماء قلت أحمد المختار قالوا محمد مولي محمد قلت ما هي المنظر قالوا يا وجهات قالوا يا وجهات قالوا يا وجهات قلت باسم الأنوار قالوا محمد مولي محمد قلت ما هي المنظر قالوا حبيبات قالوا حبيبات قالوا حبيبات قلت الله أكبر قالوا محمد مولي محمد قلت ما هي المنظر قالوا حبيبات 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 قالوا حبيب قالوا يمينة قلت بالكرم تشغى قالوا محمد مولاي محمد قلت باية المنظر قالوا الصحابة قالوا الصحابة قالوا الصحابة قلت رفقة أخياء قالوا محمد مولاي محمد قلت باية المنظر قالوا بلالة قالوا بلالة قالوا بلالة قلت للصلاة كبار قالوا محمد مولاي محمد قلت باية المنظر قالوا عطورة قالوا عطورة قالوا عطورة قالوا عطورة قلت المسك والأسفا قالوا محمد مولاي محمد قلت باية المنظر قالوا محمد مولي محمد قلت بي المنظر قالوا يا آله قلت عترة أطهر مولي محمد مولي محمد قلت بي المنظر الله 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 أيقنت بالفرقات وبسورة الرحمن العدل في الميزان لكل خلق الله 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 أيقنت بالحاميم وبسورة التحريم أني عشت بنعيم في مدح رسول الله 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 حلوة صلاة النبي تملى القلوب تملى القلوب يا ما يا عمي صلي على النبي تملى القلوب يا ما حلوة صلاة النبي حلوة صلاة النبي تملى القلوب يا ما يا ما يا عمي صلي على النبي اتلاه الخير يا ما يا ابن يا عمي صلي على النبي تلاء الخير يا مام ويضربه لله عز وجل ويحرك مشاعره باتجاه طاعة الله هذه مسألة في غاية الأهمية لأننا اليوم في زمن فيه الكلمة البذيئة فيه الموسيقى الهابطة التي تبعد الناس عن ذلك وتلهيهم وتشغلهم بمسائل أخرى بالإضافة على استخدامكم أنتم فقط تستخدمون هذه الآلة الدفوف فقط وليس غير الدفوف إذن الحفاظ على هذا النمط من النشيد في هذا الوقت في هذا الزمن الصعب ماذا يعني؟ الله سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور ويروى أن سيدنا عمر كان يعس الليل يعني يتفقد أحوال الرعية ليلا فإذا بشخص يبكي وينوح ويقول اللهم اجعلني من القليل اللهم اجعلني من القليل فطرق عليه الباب وقال ويحك ماذا تقول؟ اجعلني من القليل قال يا أمير المؤمن أما قرأت قوله وتعالى وقليل من عبادي الشكور لا شك أن الآفاقة فتحت للغناء والطراب والمجون والكلمة البزيئة ويتقاضون ملايين الدولارات لا أقول آلاف ملايين ولا مئات ولا آلاف وتعقد البرامج الضخمة وتعقد البرامج والاستوديوهات الضخمة ونحن نرضى بالقليل ونحن من عباد الله القليل اللهم اجعلنا من القليل الذي يستمر على طاعتك أرحمه الله ولا تفتن فتنة هذه الحياة الدنيا لن نجري إن شاء الله وراء المال ولا وراء الشهرة كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى لذلك نرضى بما أقامنا الله فيه وكما قال ابن عطاء الله سكندري مقامك حيث أقامك نعم يعني أنت أستاذ يونس على صغر من صغور الإسلام فأثبت في صغرك أثبت في موقعك أثبت في مكانك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا وإن كانت تحز في القلب وتقهر أحيانا حينما ترى ملايين المشاهدات لبعض المقاطع السخيفة والتافية لكن هناك مؤسسات عالمية تدعم وتنشر التفاهة لذلك نحن رضينا بما أولانا الله من نعم ومن أصوات ومن قيم وكما قلت في قصيدة مكارم الأخلاق قلت ومكارم الأخلاق أمر سامي وهي المراد بديننا الإسلامي سأظل للأخلاق درعا واقيا حتى توسد في التراب عظامي الله يعني إلى آخر لحظة إن شاء الله إن شاء الله أستاذ زكي بيودنا أن نستمع للمزيد والمزيد من هذه الأصوات الجميلة من كلمات أسمعكم قصيدة العيد العيد نعم نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها مني يومكم تجاهزين يا شباب معي بعد الطاعة يأتي العيد والمؤمن بالأجر سعيد بعد الطاعة يأتي العيد والمؤمن بالأجر سعيد أنت تقدم صوما حجا أنت تقدم صوما حجا وعطاء الرحمن يسير بعد الطاعة يأتي العيد والمؤمن بالأجر سعيد للمسجد سنة تبكير وشعار العيد التكبير للمسجد سنة تبكير وشعار العيد التكبير أنفق ضحي قدم نسك أنفق ضحي قدم نسك فأأمر الله عليك كبير بعد الطاعة يأتي العيد والمؤمن بالأجر سعيد زد قربا تزداد حبا واسلك للبار الدربا زد قربا تزداد حبا واسلك للبار الدربا فدروب التقوى أقوى والتوبة تمحو الثنبى بعد الطاعة يأتي العيد والمؤمن بالأجر سعيد بعد الطاعة يأتي العيد والمؤمن بالأجر سعيد العيد ربيع الأيام العيد بنصر الإسلام العيد لوصل الأرحام العيد لنحيا بسلام بعد الطاعة يأتي العيد والمؤمن بالأجر سعيد بعد الطاعة يأتي العيد والمؤمن بالأجر سعيد كم كنت مسيئاً أدبي يا أمي أنت أربي كم كنت مسيئاً أدبي يا أمي أنت أربي صافح سامح يا أبتي صافح سامح يا أبتي كي يغفر ربي ذنبي بعد الطاعة يأتي العيد بعد الطاعة يأتي العيد والمؤمن بالأجر سعيد أنت تقدم صوماً حجاً أنت تقدم صوماً حجاً وعطاء الرحمن أمي أنت تقدم صوماً حجاً والخصوص والله أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل من النشيد أصلاً كما كان اليوم يقولون في كل الإزاعات وكل التلفزيونات البديل البديل عن الطرب البديل عن الغناء لا هو الأصل في ديننا النشيد والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد وكان يرتجز حينما كان يحفر الخندق قل لهم لو لأنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقنا فهو الأصل النشيد هو الأصل وكان يعقد لسيدنا حسان بن سابت من برون في المسجد ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا حسان نافح أي دافع عن الله ورسول أيدك الله بروح القدس فالأصل أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعود أصلاً في حياتنا يستمع الناس كلهم بعد القرآن إلى النشيد الهادف وأنت في سيارتك أستاذ وأنا في سيارتي أحضر دائماً أسافر إلى أنقرة مثلاً أحضر ما أستمع إليه طول الطريق والذهاب والإياب لا بد للإنسان أن يستمع تستمع لنفسك أم لغيرك 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 نعم بعد حفلاتنا نستفيد من أخطائنا فيها نعدل بعض الألحان نعدل بعض الكلمات أستفيد مما أنشد ومما أخطئ لأنه من لا يخطئ الله سبحانه وتعالى كل العباد خطأ قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطأين تهون الله جعلناه منهم إذن رسالتي أن تكون رسالة النشيد هي الرسالة الأولى في حياة المسلمين نعم أستاذ زكي لم يبقى الكثير من الوقت فقط أربع دقائق ما رأيك أن نختم بها بأنشودة لكن أن تكون أربع دقائق حتى لا ينقص وقت البرنامج حاضر نعم تفضل إذن وهذا سيكون الختام شكرا لك وشكرا للأخ عمار والأخ محمود شكرا لكم وأنا سعيد كنت معكم اليوم وشكرا للمشاهدين الكرام على حسن المتابعة وربنا يجعلها أيام مباركة إن شاء الله كل عملتم بخير إذن نختم بما تتفضلون به إن شاء الله يقضل الله كما بدأنا بالنبي عليه الصلاة نورو الهدى وفانا بحسنه أحيانا نورو الهدى وفانا بحسنه أحيانا الله وباللقى حيانا صلا عليه مولانا وباللقى حيانا صلا عليه مولانا أهلا نبيه وسهلا أقض طواب فيه المجلا حلا الهدى وفانا صلا عليه مولانا حلا الهدى وفانا صلا عليه مولانا لا يمودعي حبه به أطع ربه غاد انتنا القربه صلا عليه مولانا غاد انتنا القربه صلا عليه مولانا صلا عليه مولانا نظر إليا نظر إليا ما أنت إلا يا طهى كنز العطية ما أنت إلا يا طهى كنز العطية كم ذا أنادي يا خير هادي قصدي مراد يا حبيبي عطفا علي خير البري نظرا إليا خير البري نظرا إليا ما أنت إلا يا طهى كنز العطية ما أنت إلا يا طهى كنز العطية صلي على رسول الله اللهم صلي وسلم وذلك عليه وعلا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة